هناك أمر أعمق حقيقة من الأعمق هيك يعني نقول وكلما تتعرف على أنك لست الكائن الواحد انتبه هذا الأمر مهم هذا الذي يحدث أنت مش الكائن الواحد لاحظوا ماذا نقصد اللي الآن أنت تسمعني تمام أنت الثاني أنت الآن مع عائلتك الكونية الثاني الثاني بالرسم هذا أنت في الأرض تمام هذا مش الواحد فقط خطأ كبير هذا إذا تقول أنا الواحد فقط أنت يجب أن تكون أيضا الثاني الآن موجود مع عائلتك الكونية الآن الآن تدير معاهم ممكن من الاندروميدن تدير معاهم اجتماعات نعم لقاعات هذه معروفة يعني عند الاندروميدن معروفة وفاهميها إحنا إحنا بالأرض كأنه برمجنا على أننا الكائن الواحد وكرر أنت مش الكائن الواحد فأنت تسمعني أنت ثاني موجود أيضا نعم موجود تعمل ها كلا نقول تعمل تدرس تدير تدير لقاء مع كائنات لو نفترض أنت مع كائنات الاندروميدن لاحظوا أنت أنت اللي يسمعني هذا معروف عند الكائنات الكونية جدا يطبق يعيشوه ما عدا الانسان الذي برمج خطأا على أنه هو واحد فيقول أنا ولدته هذا الخطأ أنا ولدته في بالأرض وشكلي كذا ويعني أعمل هذا العمل بالأرض لكن هذا ضعيف نعم ضعيف الآن أنت أيضا تستنسخ أنت يعني أنت تكون الثالث وأنت تكون الرابع وأنت تكون الخامس وأنت تكون السادس نعم هكذا وأنت تكون السابع وأنت تكون الثامن وأنت تكون التاسع وأنت تكون العاشر مثلا نأتي إلى هذا العاشر أوكي تريد أن تحضر اجتماعات مع عائلتك الكونية نفترض أنت من الاندرومدان تريد أن تحبر اجتماعات تضم الاندرومدان والبليديان والإسودين نفترض يعني فأنت تبني صورة وأنت في قاعة الاجتماع هنا يعني أنت حاضر الاجتماع فهنا أنت تكون هذه المسخة نعم أنت موجود بالأرض صح لكن هذه النسخة موجودة وهذه النسخة أيضا موجودة وهذه النسخة موجودة وهذه النسخة موجودة طيب ممكن شخص يسألنا يقول كم نسخة مني موجودة الجواب ما فيها عدد أكتب هذا النسخ تريليونات من النسخ هذا الأمر مهم هاي تريليونات من النسخ أنت اللي يسمعني النسخة الأولى هذا تحدثنا حوله السابق أن النسخة الأولى أنت النجمة الضوئية هاي هذا ممكن تشمل كل النسخة تشعظوا أنت موجود أيضا النسخة الضوئية النسخة الضوئية أو النجمة الضوئية عفوا النجمة الضوئية هاي وبالنجمة الضوئية كل النسخ البقية تأسست منها يعني من النجمة الضوئية تمام تكونت نسخة أخرى أنت يعني الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع الآن هذه النسخة الأولى عندها ذاكرة هذه النسخة الأولى عندها ذاكرة والنسخة هذه عندها ذاكرة والنسخة هذه عندها ذاكرة وهذه عندها ذاكرة وهذه عندها ذاكرة يعني فكر يعني وعي يعني طاقة لكن كلما تنشغل بالنسخة الواحدة تضيع بالماتريكس لا تنشغل بالواحد أنت لا تكون الواحد لأن أنت مش الواحد كل واحد يسمعني كل واحد يسمعني كل النسخ تسمعني ما أقول كل واحد يسمعني أنت كل النسخ نعم أنت كل النسخ فأنت موجود الآن مع عائلتك الكونية ولهذا أريد أن أن أناقشكم بشيء أنت عندما تطلب من عائلتك الكونية مساعدة تقول ظروفي صعب ساعدوني هم يتفاجعون يقولون طيب نحن كيف نساعدك ما هو أنت معنا يعني ما هو أنت معهم هنا موجود تدير معهم لقاءات تناقشهم وأنت هنا أيضا موجود أه اثنين لاحظوا نعم يعرفون هذا جيدا الإنسان تعريفه الإنسان طاقة انتبه بمعنى خالق الخالق متعدد النسخ لأن الخالق هو الأكوان أنت أيها الإنسان اسمعني أنت مش واحد أنت الأكوان يعني النسخ نعم الطاقة تساوي الأكوان تساوي النسخ أنت بأعداد غير منتهية من النسخ الكونية تكون جبل تكون نجمة ضوية تكون مليون جسم وبأماكن مختلفة هو هذا أنت أريد أن أشارككم هذا الأمر المهم الإنسان أزيل منه أزيل منه كونيته الكونية ركز على كلمة الكونية هذه الكونية يعني حقيقة فوق الوصف ما نقدر بالكلمات ما معنى ما معنى الكونية بمعنى أنت ما عندك لا ماضي لا حاضر لا مستقبل أنت الكل بالكل لاحظوا يعني من الآن من هذه النقبة أنت تستطيع أن تعيش وأن تقادم من المستقبل الكائنات الكونية يعرفون هذا ما هو الكائنات الكونية يعيشون المستقبل تعرفون نعم الإنسان برمج على ماضي حاضر مستقبل فنقول سقط من الكونية فأنت أرجع يعني أنت الآن كل واحد يسمعني أنت آتي من المستقبل أنت أنت وأنت آتي من الماضي وأنت آتي من الحاضر وأنت النسخ المتعددة نعم أنت تريليونات من النسخ الآن شاهد نفسك أنت تتمشى في القمر فأنت موجود في القمر نسخة موجودة يجب أن يكون هكذا نسخة شفافة شاهد نفسك أنت تتمشى في غابات الأمازون الحيوانات هناك تحس بك تحس بك تحس بك يعني مثلا شخص يغمض عيونه ويرى نفسه ويتمشى في غابات الأمازون إذا النمر يمر من جانبه فالنمر يعرف هناك شيء أوكي يتحرك يعني اللي هو أنت فأنت المحسوس الغير مرئي هناك فين هناك في الأمازون في القمر في كل مكان محسوس غير مرئي وممكن تستطيع أن تكثف الجسم هناك بمعنى كلما تركز 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 أنت بالأمازون أنت بالأمازون يظهر جسمك نعم يظهر جسمك أي جسم بالجسم الذي أنت تريده ممكن جسم مائي نعم ممكن جسم بشري ممكن جسم ملائكي ممكن جسم ضوئي وهذا مهم الأمر الذي نقوله فهذه هي الكونية الإنسان حتى الدماغ 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 هذا مش تسلسلي خطأ لا تفكر من الدماغ بكرة ماذا أعمل خطأ 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 الدماغ مش آلة تسلسلية الدماغ آلة متوازية الدماغ يعيش من المستقبل الدماغ يعيش استنساخات عديدة نعم هذا الدماغ 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 مش اليوم وبكرة وبعد بكرة لا خطأ خطأ ولهذا كل التعليم التسلسلي أوكي ضعيف لا تمشي بالتسلسل يعني بكرة بعد بكرة لا تعال من المستقبل لأن دماغك مصمم إنه من المستقبل نعم ما هو أنت الآن اللي معايا أقول لك أغمض عيونك تمام وشاهد نفسك انتبه شاهد نفسك أنت الآن تقود مركبة مركبة تحلق إلى كوكب المريخ فعندما تقول أرى هذا هو هذا لهذا عدم التسلسلية يعني ما فيه ماضي حاضر مستقبل فهي أبدلت قالوا هذا خيال ما هو الخيال مش كلمة صحيحة إنه الواقع قالوا إنه خيال هو هذا الواقع الواقع أنت مش كأن التسلسلية أيضا بالكونيات انتبهوا انتبهوا الأمر مهم بالكونيات الكونيات هناك الممرات الكونية يعني أنت تبني ممر كوني وتسافر إلى المريخ تسافر إلى المشتري تدخل أعماق البحار تدخل أعماق الكهوف أنت تبني الممر الكوني تقول أعلن باسم الظو أبني ممر كوني نفق ضوي نسميه ممر كوني نفس الشيء وأنطلق إلى أعماق مثلث برمودة تصل هناك لأن ما فيه زمن ومسافة هو هذا عنته أيضا كونية الإنسان التنفس الله لو تعرفون كم عظمة التنفس في تغيير كل شيء هذا التنفس خالق فمثلا شخص يغمض عيونه هو يتنفس يقول في كل نفس ستنفسه أرى وأعيش حياة عظيمة في كل نفس ستنفسه أرى وأعيش أنا أعيش في أعماق الأكوان في كل نفس ستنفسه أرى أخلق سعادة عظيمة النفس مهم هذا النفس التنفس في غاية الأهمية تركز على أنفاسك وتعلن ماذا تريد وبالإعلان ترى أنك تعيشه لأن ما فيه زمن بمجرد أنك تضع الزمن هناك عوائق لأن زمن فالزمن هو الحاجز في تقدمنا الكوني وفي تطورنا الكوني يا شباب فأرجع إلى كونيتك تعيش كونيتك لأنه هذا أصلك أصلنا أصلنا نحن نحن كونيون يعني مش زمنيون ما فيه زمن الزمن تنفيلية الماتريكس تنفيلية في الأكوان الكائنات الكونية تعيش من مبدأ غير زمني مركباتهم مدنهم حياتهم أنفاسهم عيونهم كل شيء يعني حقيقة بايولوجيتهم مش مؤسسة على الزمنية فنعيش كلنا يا شباب كونيتنا كل واحد معا يعلن قول أعلن أعيش كونيتي أعيش الضوء أعيش أأتي من المستقبل قول هكذا أعيش وأنا النسخ تريليونات من النسخ في كل مكان في كل نفس تنفسه قول هذا أخلق ظروف عظيمة أعيش حياة عظيمة أنفاسي خالقة قول أعلن وكل الأكوان تسمع أعلاني هذا مهم أعلن وكل الأكوان تسمع أعلاني أؤسس حياة عظيمة أعيش حماية عظيمة أعيش أمان عظيم أعيش اطمئنان عظيم أعيش فرح عظيم أعيش سلام عظيم بقوة أنفاسي وبقوة الأكوان وبقوة أفكاري وبقوة طاقاتي العظيمة وأسس حياة عظيمة اليوم وكل يوم اليوم وكل يوم اليوم وكل يوم آمين آمين آمين